اشتركوا في القناة وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين يا يا الذين أنتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله ها نحن في ظلال شهر شعبان وهذا يعني أمورا كثيرة وأول ما يعني أن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك لذلك جرى على ألسنة بعض أهل العلم دعاء اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم آمين وكان لهذا الشهر من الخصوصيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين يصوم شعبان كله أو أكثره وهذا لفت نظر آخر ليعد المؤمن نفسه روحيا قلبيا إيمانيا ليقوم بحق شهر رمضان المبارك وورد في حديث في سنده بعض المقال ولكن حسنه بعض أهل العلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن صيامه لهذا الشهر فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع الأعمال فيه إلى الله وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم وفي صدد الحديث عن رفع الأعمال في شعبان نذكر أنه ورد أيضا حديث آخر تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ولكن بعضهم يزيد عبارة هنا لم تثبت وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم فهذه لم تثبت في هذا الصدد وهذا السياق لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء في كل آن وفي كل حين والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه وفي لحظة وآن وقوعه فما معنى هذه النصوص أنه ترفع الأعمال في هذه الأوقات حاول بعض أهل العلم أن يجيب بأنه لعله من باب الرفع الخاص والعرض الخاص والله أعلم بذلك كله ومما يوريدونه في شأن هذا الشهر أنه ورد حديث أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح فالصواب أن هذا الحديث ليس بصحيح ولكن من يحد مغفرة الله ومن يحد رحمة الله وما أوسع رحمة الله وما أوسع مغفرة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لابد أن نقف عند هذه تتمة الآية الكريمة لمن يشاء هذه القاعدة القرآنية الثابتة القطعية ثم بعضهم يتكلم أن هذا الشهر شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون رجب شهر الله وشعبان شهر رسول الله صلى الله وسلم ورمضان إما أن يقول شهر القرآن نعم رمضان شهر القرآن لكن لا يثبت شيء أن رجب شهر الله أو أن شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما ذكروا ذلك لأنه قد ورد عند بعضهم بإسند لا يثبت إن الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن هذه الآية الكريمة نزلت في هذا الشهر في شهر شعبان وأيا كان الأمر فواجبنا كثرة وليس فقط واجبنا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين ثم إنه كان في هذا الشهر في شهر شعبان جملة من الأحداث الخطيرة الرابط والقاسم المشترك بينها قضية خطيرة جدا ما زالت الأمة عاني منها إلى يوم الدين هذه القضية هي مواقف المنافقين من الأمة الإسلامية ومن الإسلام ومن المجتمع المسلم عدد من القضايا كانت في هذا الشهر في شهر شعبان كان للمنافقين فيها مواقف مواقف خطيرة جدا ولقد سطر القرآن مواقفهم على امتداد ساحات وآيات القرآن العظيم لنحذر ذلك ولنتعرف إلى مواصفاتهم وأساليبهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم لنفضح ذلك لنحذر ذلك فكان في هذا الشهر تحويل القبل وكان للمنافقين واليهود ما كان من موقف سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه وكان في هذا الشهر غزوة بل المصطلق التي ترتب عليها أحداث خطيرة ومنها حادثة الإفك وتولى المنافقون كبر ذلك ومنها حادثة أخرى أن رجلا من المهاجرين كسعى أي ضرب على مؤخرة الرجل الآخر أن رجلا من المهاجرين كسعى رجلا من الأنصار فقال بعض الأنصار يا للأنصار وقال بعض المهاجرين يا للمهاجرين وهنا يستغل رأس النفاق هذا الموقف فيقول أو قالوها أو أو فعلوها لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فنزل في ذلك آيات قرآنية عظيمة تتلى إلى يوم الدين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذه القضية الخطيرة قضية النفاق التي هي أثر عن جبن وخور وخوف وهزيمة نفسية داخلية وانعدام الإيمان وانعدام مراقبة الله وانعدام التذكر الآخرة إلى غير ذلك هذه القضية الخطيرة يعاني وتعاني الأمة الإسلامية منها إلى يوم الدين فهم الذين ينخرون في جسد الأمة دائما من الداخل وهم أخطر من العدو الخارجي لذلك مئات الآيات في كتاب الله جاءت تبين سلوكياتهم وصفاتهم وأخلاقياتهم وما زلنا وستبقى الأمة تعاني من أخطارهم لذلك كان من الواجب دائما ونحن ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ندرس قبل ذلك كتاب الله تعالى كلما مرت آية فيها بيان لأحوال المنافقين وصفاتهم وسلوكياتهم أن نقف عند ذلك منيا لذلك بعضهم استقرأ من كتاب الله أكثر من عشرين أسلوب وسيلة من وسائل المنافقين يحاربون فيها الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المسلم من الداخل استقرأ ذلك فقط من كتاب الله ومن ثم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كلها أحداث قد حدثت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصطرها القرآن العظيم فكان من أساليبهم الشائعات وكان من أساليبهم الكذب والخور والجبن والضعف وكان من أساليبهم إشاعة الأراجيف في وقت الشدة والتخاذل في وقت الشدة والتواصل مع العدو سرا في وقت الشدة وفي وقت الحرب وإن شاء المراكز الهدامة وما أكثر المراكز الهدامة بإسم الإصلاح والدعاء الظاهرة الإصلاحية وتعجبك أقوالهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وهم أيضا يتخذون المظاهر الخلاب الخداعة كأنهم خشب مسندة وأنهم يحاصرون أو يعملون على حصار المسلمين في قضايا المال وفي قضايا الإنفاق والتواصل مع العدو في ذلك ونشر أخبار المسلمين إلى العدو وكشف أسرارهم إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة ومن ذلك نشر الفاحشة وإشاعة الفتنة والفرقة داخل المسلمين كثيرا من الأساليب لو نظرنا فيها اليوم هي ذات الأساليب التي يتخذها أهل النفاق اليوم لمحاربة الإسلام والمسلمين من الداخل لذلك ركز القرآن كثيرا على هذا الأمر ولكن أيضا تعلمنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن تكون مواجهة هذا النفاق أولا بفضحهم وفضح أخلاقهم وصفاتهم وسلوكياتهم دون التنصيص على شخص معين لأن الغاية أن يبرأ المسلم في ذلك وأن يكون المسلم في حذر من كل شخص قد يظهر منه هذا الظهور وهذا السلوك لذلك جاءت سورة التوبة لتقول ومنهم 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 وكان من أهم الأساليب التي وجهنا إليها القرآن ومن ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهة النفاق والمنافقين التمايز بقوة وصلاح وصحة العبادات لذلك كان من صفة المنافقين أن أثقل صلاة عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء فيتمايز المؤمن عنهم بهاتين الصلاة جماعة في وقتها وأن من أخص صفاتهم البخل والشح ولذلك كان في نهايات آيات سورة المنافقين الحديث عن الإنفاق فالإنفاق ضد النفاق وما دام المسلم ينفق مخلصا لله سبحانه وتعالى في قضايا الأمة وفي نصرة الأمة وفي نصرة المستضعفين فذلك من أعظم علامات التمايز عن هؤلاء المنافقين ومن هنا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا شعارا ومنهجا لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه بل فتح لهم أبواب التوبة ولم يأس أحد منهم لأنه إذا وقع الإنسان في اليأس فإنه يزداد شره أمور ومنهجية عظيمة كثيرة بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ومن ذلك أن تمايز عنهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إلى غير هذه القضايا ليكون الصف المسلم دائما في يقضة ودائما في حذر ودائما في تنبه ودائما يقدم على العبادات وإقامة شرع الله والصدق والتثبت في القول وإذا ما حصلت قضية يرفض أن يخوض فيها بل يرفع الأمر إلى ذوي الشأن ليتحققوا وليتثبتوا فإنه لما حصلت قصة المهاجري وقال ما قال المنافقون فإن أسامة بن زيد قد رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا بمقدار وحدة الأمة وبمقدار تعزيز الصف الداخلي وبمقدار تلبية متطلبات المجتمع الداخلي وبمقدار تحقيق الشورى وبمقدار تحقيق الثقة بين القياتة والجند وبمقدار طاعة الله ورسوله وأولي الأمر بالحق نستطيع أن نواجه كل هذه الأراجيف وكل هذه التحديات التي قد يثيرها أهل النفاق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي والذين